لا مكان آمنا في غزة تصريح يتكرر في بيانات المنظمات الدولية وهذا ما يعكس انتشار القصف وتعدد جبهات المواجهة في مناطق كثيرة في القطاع القصف الإسرائيلي اليوم تركز على بيت لاهيا خان يونس والمغازي فيما تشهد عدة محاور في القطاع اشتباكات ضارية ووسط هذه الأجواء تسجل إسرائيل خسائرها من الجنود مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيشها إلى خمسمائة وواحد منذ السابع من أكتوبر فماذا يعني اتساع رقع المواجهة في قطاع غزة في هذه المراحل المتقدمة من القتال وهل يؤدي التصعيد القائم إلى تسريع الحل أم إلى تأزيم الوضع تساؤلاتنا أخرى نناقشها مع ضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنة سيادة العميد أهلا بك معنا في سكاينيوز عربية مرة أخرى 82 يوما من الحرب في قطاع غزة أين نحن اليوم بعد قرابة ثلاثة أشهر من هذه الحرب الدموية أعتقد أن لم يحقق الأطراف الأهداف الأساسية يعني إذا أخذنا ما قاله أو ما كتبه منذ يومين أو ثلاثة بالولد ستريت جيرنل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن ثلاثة أهداف أساسية تدمير حماس إقامة منطقة آمنة وهنا يعني يدور المحور عما يجري في داخل قطاع غزة حول هذا الموضوع وبالتالي التحضير للعملية ما بعد غزة حيث لا لحماس أي دور نحن في المرحلة الثانية الضحى التعبير لم تدمر حماس حتى الآن وحماس تربح اليوم لأنها لم تدمر يعني اليوم معايير النجاح ومعايير قياس النجاح هي تقريبا لا يمكن لك أن تثبت أنك نجحت ولا يمكن لي أن أثبت أنني نجحت أنا أدافع أنا أستمر إذا أنا موجود وبالتالي الإسرائيل تذهب إلى عملية معقدة جدا اليوم في قطاع غزة تدور المعارك على ثلاث جبهات ولكن تقريبا الاستراتيجية الكبرى الإسرائيلية أصبحت واضحة طيب سيدة العميد دلياس حنى في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية حديث على أن الجيش الإسرائيلي لم تكن لديه خطة مسبقة للتوغل البري في قطاع غزة والمعلومات التي كشفها وكأن هناك مفاجأة أنه كان بجوار كل شجرة كما قال هناك فتحة نفق وهناك حديث على أنه كان هناك نوع من المفاجأة بالنسبة للجيش الإسرائيلي عندما توغل بريا وأن الخطة ربما كانت على عجل هل يفسر هذا عدم وصول إسرائيل إلى أهداف كبرى حتى الآن بعد 82 يوم من العملية العسكرية؟ عادة يقال وهذا قول عسكري لأهم عسكري ألماني أهم الخطط العسكرية في العالم وأفضلها لا تصمد بعد الطلقة الأولى يعني أنت الإسرائيلي حضر لسيناريوات محتملة يعني بنى مدينة غزة أو شكل مدينة غزة التي سيقاتل فيها في صحراء النقب تدرب عليها للقتال في المدن حتى الجنرال أو رئيس الأركان الحالي هليفي لديه عقيدة تقول بالحرب الهجينة يعني تدريب المشاة المدرعات الدبابات الهندسة المسيرات والطائرات لهكذا سيناريو معين ولكن عادة عادة ولا خطة في العالم تكون كاملة مطابقة للواقع في المقابل حماس كانت تحضرت منذ عدة سنوات من خلال تجاربها درست نقاط ضعف العدو أو الجيش الإسرائيلي وبالتالي نظمت هذا الأمر ولكن المفاجأة هي مفاجأة مزدوجة المفاجأة أن حماس لم تتوقع هذا النجاح في طوفان الأقصى ب7 أكتوبر وحتى إسرائيل تفاجأت أن حماس ليست محضرة أو أن حماس ليست بالعقل الإسرائيلي كاملة التحضير وللقتال في هكذا نوع بالعام 2014 سهيب وهذا أمر معد خططت إسرائيل لعملية برية توقعت أن يكون الهدف أو الخسائر العسكرية بين 500 جندي إلى 1000 جندي حتى الآن وصلنا إلى 490 جندي ولكن 170 أو 180 منهم داخل قطاع غزة الكل يحضر لعمليات عسكرية حتى في شمال لبنان جاء شمال إسرائيل جنوب لبنان دائما هناك خطة يقال عنها contingency plan عندما يقرر الساسة ينفض عنها الغبار تحدث وبالتالي توقع على أن تكون عملية عسكرية أو خطة عسكرية قابلة للتنفيذ نعم ولكن الآن من خلال كل ما حصل هناك نسب لا نعلم مدى دقتها عن تدمير أجزاء كبيرة من قطاع غزة إضافة إلى الوضع الإنساني حصيلة ثقيلة من الضحايا الفلسطينيين أكثر من 21 ألف ضحية حتى الآن جراء هذه الغارات الإسرائيلية في تقديرك إلى متى ستستمر هذه الحرب كان هناك حديث ربما عن الضغط الأمريكي على تحول العملية العسكرية إلى أهداف دقيقة وتجنيب المدنيين العدد الكبير من الخسر ولكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يستمع إلى هذه الضغوطات حتى الآن فإلى متى برأيك ستستمر هذه الحرب كان هناك حديث ربما على آخر السنة هل هذا واقعي حقا أم لا إنهاء حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة حتى منتصف يناير 24 هذا أمر مستحيل ولكن ما نراه اليوم هي الخطة الثالية في شمال القطاع هناك مناطق تحاول إسرائيل تنظيفها من المقاومة نتحدث عن جباليا نتحدث عن الشجاعية ومحيطها اثنين في الوسط هي تحاول الدخول لضرب أو فصل القطاع إلى ثلاثة أقسام مهمة بعيدة عن بعضها البعض وبالتالي منع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى إلى الداخل الإسرائيلي وبالتالي الداخل أو الوسط يحمل عمليات في جنوب القطاع يعني خان يونس هناك ستة ألوية عززت بلواء مؤخرا البارحة أو قبل البارحة أربعة منها تقاتل وثلاثة للحماية الدائرية واللوجستية فإذن الانتقال لهذه المرحلة يقال عنه أنه المرحلة الثالثة صهيب فإذن المرحلة الثالثة تقوم على ماذا؟ الانسحاب من الأماكن السكنية حيث العمليات صعبة جدا وبالتالي العمل على الاستطلاع الاستكشاف جمع المعلومات التكتيكية أو الاستعلام التكتيك والقيام بعملية عسكرية عندما تدعو الحاجة هذا هو الواقع الذي يبحث عنه ولكن دائما هذا الأمر هو في الخطط العسكرية هو في الحرب في النظرات أو على الخريطة هل يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقوم بذلك بهذه السرعة؟ هذا أمر للمستقبل وهذا ما يناقشه مجلس الحرب الإسرائيلي هذه الليلة ربما المرحلة التالية ما بعد الحرب ولكن السؤال أنه هل يمكن أن تنتهي هذه الحرب أو ينسح بالجيش الإسرائيلي دون تحقيق مكاسب كبيرة مكاسب حقيقية؟ الهدف الأساسي اليوم صهيب هو خلق المنطقة العازلة المنطقة العازلة تقوم على حدود القطاع بعمق كيلومتر داخل قطاع غزة هناك قواعد عسكرية ستحمل مستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة وبالتالي تكون جاهزة للانتقال إلى مرحلة قتالية مؤقتة أو ما يسمى بالتاسك فورس يعني لكل عملية معينة تركيبة عسكرية معينة وبالتالي السيطرة على ممر فلادلفيا على الحدود مع سيناء نعم ولكن كلامك سيد العميد يعني يجعلني أتصور أو يجعل من يستمع إلينا يتصور أنه إسرائيل في هذه الحالة أولا ستضيق قطاع غزة الضيق أصلا ومن ناحية أخرى هذه العمليات ربما ستستمر إلى سنة أو ربما سنوات هكذا نفهم؟ هي سنة أو سنوات اليوم عندما تنسحب من القتال وبالتالي دون فكرة القضاء على قطاع على كتائب القصام وحتى الجهاد الإسلامي هذا يأخذك إلى مرحلة شبيهة بما حصل في جنوب لبنان بعد العام 85 عندما انصحبت وأنشأت تلك المنطقة الأمنية عملية المقاومة وغيرها لماذا؟ لأنه لا يكفي اليوم أن تقتل من مقاتلي حماس 3000 4000 5000 أو 9000 مقاتل لأنه يكفي عنصر أو عنصرين أو ثلاثة للقيام بعملية تؤذي الجيش الإسرائيلي وهذا فعلا ما يحصل من خلال فيديوهات القصام التي نراها يوميا على شاشات التلفزة ما يجري في جباليا يعني أنت تقاتل في بيئة صعبة جدا يعني أنت البناية التي تدمرها هي بالتالي تشكل متراس وتشكل ملجأ آمن لمن يقاتل لمن يدافع طيب ولكن بشكل موضوعي كذلك حماس أيضا هي تحت ضغط صحيح أنه بمعادل بالموازين القوى العسكرية ربما هي أربكة الجيش الإسرائيلي وهي لم تخصل كثير ولكن الفاتورة من الضحايا المدنيين هي كبيرة جدا نتحدث عن 21 ألف حتى الآن وأكثر يعني من ضحايا وهناك الآلاف ما يزالون تحت الأنقاض لم يكتشفوا بعد يعني لم يستخرجوا بعد هؤلاء الضحايا ما هي خيارات حماس أيضا هل ستواصل برأيك القتال أم هي في النهاية ستلجأ تحت الضغط تحت ضغط فاتورة الضحايا المدنيين إلى خيارات أخرى اليوم في الحرب دائما يجهب الأفريقاء إلى نقاط القوة يعني اليوم لا يمكن لحماس أن تقاتل خارج المدنيين ولا يمكن لحماس أن تتخلى عن الأنفاق هذه نقاط القوة التي تسمح لحماس بالاستمرار في القتال ولكن هذا الأمر نعكسه سلبا على الجيش الإسرائيلي وبالتالي هذه الضغوطات يعني اليوم تفكر حماس أن هناك ثلاثة مقاربات هناك الضغط الداخلي الإسرائيلي هناك الضغط الداخلي الأمريكي ثلاثة هناك المدة المسموحة فقط كي تتحرك إسرائيل داخل القطاع وبالتالي يكفي حتى لو كانت داخل إسرائيل داخل قطاع حماس داخل قطاع غزة إسرائيل لا يعني أنها انتصرت لأن هناك مثل في الفرنسية يقول يعني العدو مهزوم عندما يعترف في عقله ووعيه أنه مهزوم لا أعتقد أن حماس حتى الآن ولا بعد شهر أو شهرين ستقول أنها انهزمت شكرا جزيلا لك العميد الياس حلنا الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت